استكمالا للوحدة الثانية تحليل العلاقة بين التكليف والحجم والأرباح هنشوف الآن هامش أو حد الأمان هامش أو حد الأمان هو مقياس للفرق بين مستوى النشاط الفعلي أو المتوقع ونقطة التعادل مقياس للفرق بين مستوى النشاط الفعلي أو المتوقع دول مع بعض حاجة واحدة ونقطة التعادل معنا الكلام ده إيه؟ هامش أو حد الأمان بالمفهوم ده ما زاد عن نقطة التعادل لأن نقطة التعادل كنا بنقول هي النقطة التي عندها المنشألة تحقق لربح ولا خسارة يبقى ما زاد عن ذلك يبقى احنا دخلنا فيه أمان الأرباح ويتقاص بالعلاقات الرياضية التالية هامش أو حد الأمان بالكمية أبارة عن كمية المبعات الفعالية أو المستهدفة ناقص كمية مبعات التعادل هامش أو حد الأمان بالقيمة بتساوي قيمة المبعات الفعالية أو المستهدفة ناقص قيمة مبعات التعادل نسبة هامش أو حد الأمان لو حبينا نجيب بالنسبة بقول قيمة المبعات الفعالية أو المستهدفة ناقص قيمة مبعات التعادل نأسوم على قيمة المبعات الفعالية أو المستهدفة في مية وتعني القيمة الموجبة لنسبة هامش الأمان القيمة الموجبة لنسبة هامش الأمان لو طلع الرقم بالموجب أن المنشأة تعمل عند مستوى نشاط أعلى من مستوى التعادل وكلما زادت القيمة كلما كانت أفضل وأكثر أمانا للمنشأة إذن نزود النسبة دي بينما تعني القيمة السالبة أن المنشأة لم يصل مستوى نشاطها بعد إلى مستوى التعادل لسه في مرحلة الخسارة ما وصلتش لسه للصفر اللي هو نقطة التعادل